اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن العلاقات التاريخية التي تجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية توصل تطورها ونموها نحو أفاق أرحب من التعاون الثنائي وذلك سناد إلى ما تحظى به من اهتمام متبادل يعكس المستويات المتقدمة لأوجه التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين وشعبيهم الصديقين في كافة المجالات جاء ذلك لدى لقاء سمو حفظه الله في قصر الإقضيبية اليوم بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري وسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة وسعادة الدكتور عبدالطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني سعادة السيدة باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى حيث نوه سموه بالدورة الذي تطلع به الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب دول الشقيقة والصديقة في تعزيز الأمن على الصعيدين الإقليمي والعالمي دافتا إلى همية ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم تحقيقا للتطلعات المنشودة وجرى خلال اللقاء سعراض أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين ومناقشة سبل تعزيزها إضافة إلى بحث آخر المسجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي ترجمة نانسي قنقر